أثناء بداية داعش كانوا أقويا كانوا يتحدثون عن دولة في الأيام الأخيرة كيف كان الوضع بعد أن بدأت القوات الأمنية بعمليات التحرير كانت يعني الوضع أول شي كان أنه دولة الخلافة أنه كانوا يفكرون أنها مسيطرة على العالم كلها بوقت اللي صار يعني الأحداث أنه شوي صعبة بالراقة أو بالمناطق اللي هما كانوا فيها كان الوضع صعب بس كمان كانوا يعني يحاربون يقولون أنه لازم نحارب لآخر دقائق أنه ما لازم نسمح لأحد أنه ينهي دولة الخلافة أو شي فكانوا دائما أنه عندهم الثقة أنه لازم يسيطرون على العالم هل طلبوا منك أو من الأيزيديات الأخريات ممن كنا معك بارتداء أحزمة ناسفة؟ نعم لما صار سقوط موصل أنا كنت وقتها جاء زيارة بموصل كنت هنا فلما بوقتها صار الأحداث بموصل طلبوا مننا أنه نلبس أحزمة ناسفة ونطلع إن صار شي أو مساكونا أو أحد أخذنا أنه انفجر الأحزمة والهاي بس بوقتها يعني أنا لبست الحزام بس من طلعت من هناك كنت أخاف كثير مننا فشلت وخليت بمكان ورحت يعني أجبروكم على ارتداء الأحزمة ناسفة كدروع بشرية لتفجير أنفسكم إذا ما تقدمت القوات الأمنية لذلك نعم